اشتركوا في القناة هذا امر من الله ايها الاحبة امر من الله ان تعرف من هو الشيطان ربما يستغرب البعض بالاين تأتي بهذا الكلام هل الله يأمرنا ان نتعرف على الشيطان اقول نعم من مبدأ اعرف عدوك لان الله تبارك وتعالى يقول ان الشيطان لكم عدو ماذا هل توقف الخطاب عند او النداء عند هذا الحد ان الشيطان لكم عدو انتهى لا فاتخذوه عدوا فاتخذوه فعل امر ايها الاحبة يأمرك الله ان تتخذ هذا الشيطان عدوا كيف اتخذه عدوا ينبغي ان تعلم اساليب العدو في علم الحروب وعلم النفس العسكري انت ينبغي ان تعرف كيف يفكر عدوك لتحذره كيف يخطط كيف ينظر اليك ماذا يريد ان يفعل ماذا يخطط لك وإلا ستخسر في المعركة اي معركة ايها الاحبة بين اثنين احدهما عدو للاخر لا يعرف الطرف الذي لا يعرف عدوه سوف يخسر من هنا الشيطان اراد ان يأخذ معه الى جهنم اكبر عدد ممكن ولا اضلنهم ولا امنينهم سيعطيك اماني يعطيك الغرور يعطيك احلام يقول لك هذه الدنيا حلوة جدا اكسب كثير من المال اذني اتبع الشهوات متع نفسك الحياة قصيرة استمتع بها قدر المستطاع اجمع المال سوف يضلك ويمنيك ويغرك ولا يغرنكم بالله الغرور الغرور هو الشيطان ايها الاحبة لانه كما اغوى سيدنا ادم سيغويك كلمة غوى تكررت مرتين في القرآن انا احب ان اكرر هذه المعلومة لنفقه ونتدبر ايها الاحبة والله ايها الاحبة الله سيسألنا عن هذا العلم ماذا انفقت وقتك في هذه الدنيا كيف ضيعت هذا العمر انت العمر محدود ثواني معدودة يعني انا الان سأستخدم الى حاسبة فقط خطرت ببالي عملية حسابية بسيطة لنفرض ان انسان عاش سبعين سنة كتبت الرقم سبعين كل سنة ثلاثمئة وخمسة وستين يوم وربع تقريبا يعني خمسة وعشرين الف وخمسمئة وسبعة وستين يوما ونصف هذه سبعين سنة ضرب اربعة وشرين ساعة يعني انت تعيش ستمية وثلتعشر هذا اذا قدر لك انت تعيش سبعين سنة بحدود ستمية وثلتعشر الف ساعة رقم محسوب وبسيط كل ساعة تمر هي جزء من عمرك هي جزء من عمرك ستمية وثلتعشر الف ساعة تقريبا هي سبعين سنة كلما مرت ساعة ذهب جزء منك ايها الانسان هذه الساعة اين ذهبت ستحاسب فيما لو عشت نقول سبعين سنة اي ستمية وثلتعشر الف ساعة ستحاسب على كل ساعة كيف امضيتها يوم القيامة ايها الاحبة هذه الساعات التي عشتها في الدنيا ستمية وثلتعشر الف ساعة ستشعر انها ساعة ويوم تقوم ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمين ما لبثوا غير ساعة اول ايام البعث اول لحظة من لحظات البعث والحساب والاهوال سوف تجد ان كل الدنيا التي عشتها هي اول ساعة من ساعات يوم القيامة اذا انا كانسان عاقل الله اعطاني ذكاء اعطاني تفكير اضيع هذه الساعات في الدنيا على شيء تافه على اغاني ومسلسلات وكلام فارغ ولهو والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا اياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله فان كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وان ابعد القلوب عن الله القلب القاسم كذلك الاستماع لغير ذكر الله يقس القلب والدماغ ايضا لذلك ايها الاحبة احرصوا ان تستمعوا لذكر الله وتدبر القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء حول القرآن والسنة هذا الذي سينفعك يوم الموت ويوم لقاء الله وفي قبرك ويوم القيامة اذا من هذا المنطلق ينبغي على كل واحد مننا ان يعرف عدوه الحقيقي وهو الشيطان اذا كان لك عدو جار او صديق او قريب من السهل ان تستلح معه وانتهى الامر اما هنا عداوة دائمة الشيطان ليس له امان ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا احفظ هذا الكلام اخي الحبيب احفظ ان هذا الشيطان يجلس ليمكر بك ليأخذك معه الى جهنم هو يحاول ان يشدك باتجاه الشر وباتجاه الضلال والله تبارك وتعالى يحذرك ويقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين هذا الشيطان يقترم بك من هنا جاء مفهوم القرين كل انسان له قرين من الجن يعمل على اضلاله يعمل على اغوائه لذلك انت عندما تنسى يجب ان تعتقد ان الشيطان هو الذي انساك ذكر الله عندما تنسى الصلاة الشيطان هو الذي انساك لانه يعمل باستمرار على ذلك عندما تخاف من ضيق العيش وضيق الرزق والله موجود ويقول لك ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين اعلم ان هناك شيطان يخوفك انما ذلك من الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين اذا اصابك يأس من هذه الدنيا اعلم ان هناك شيطان يريد ان يحبطك لتفقد الامل من رحمة الله فتكون من الكافرين انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون اذا اصابك وسواس اعلم ان هناك شيطان يريد ان يجعلك تسب الله والعياذ بالله تكفر بالله تسيء الظن بالله هذا شيطان من الناس من يذهب يعني عيادات نفسية وكذا هذا شيطان التخلص منه سهل جدا ان تقوي ثقتك بالله وتؤمن بكلام الله القضية ليست استماع للقرآن ايها الاحبة لان بعض الناس ليلة نهارا يستمع للقرآن ليلة نهارا ولكن قلبه في تجارته ولهوه وكذا مع العلم ان القرآن يعمل ليلة نهارا بعد عشرين سنة تأتي تقول له مثلا يقول الله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى هدى لمن لا يعرف وهو كل يوم يستمع لهذه الآية اذا لاهية قلوبهم القلب لاهي ينبغي عندما تستمع للقرآن ان تركز مع القرآن ان تعتقد ان كل كلمة في هذا القرآن هي قانون الهي مثل قانون السير ولله المثل الاعلى انت اذا تجاوز الاشارة الحمراء هناك كاميرا ستلتقط رقم السيارة وتأتيك مخالفة كذلك هنا هنا يجب ان تستيقن ان هناك كاميرا الهية تراقبك ولكن هذه الكاميرا هي الملائكة التي تحفظ عليك اعمالك حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين هذه الاية ايها الاحبة هل تعلمون ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين عندما تنحرف عن ذكر الله تترك ذكر الله يعني انظروا الى كلمة يعش يعش هنا تجد على عينه غشاوة بعد بعد نظر اصبح ذكر الله بعيدا عنه ظلام ذكر الله بالنسبة له ظلام نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم لا يصدون عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا يوم القيامة يأتي هذا الشخص قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ستقول لهذا الشيطان فبئس القرين يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين ولكن يأتي الجواب ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون اذا ايها الاحبة الجن فيه المسلم والكافر والصالح وفيهم الانبياء وفيهم كل انواع الجن مثل البشر فيهم الصالح والنبي والمجرم والمشرك وكل الانواع موجودة شيطان الانس هو اسوأ شيء في البشر هو شيطان الانس شيطان الجن هو اسوأ شيء في الجن القرين هو من الشياط من السيئين لان الجن الصالح لا يعمل على اضلال البشر الذي يعمل على اضلال البشر هو الشيطان السيء الذي يريد ان يقودك الى النار ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين اذا خلاصة هذه الحلقة ايها الاحبة اولا ينبغي ان تعرف عدوك وان تطلع على هذه الايات الشيطان ورد 88 مرة والملائكة 88 مرة الشيطان والشياطين 88 مرة والملائكة وملكة 88 مرة نفس العدد هذا يدل على انك ايها الانسان ينبغي ان تهتم بهذا الموضوع لا تهمله تتركه وراءك وتصطدم وتفاجأ يوم الموت به القرين يجب ان يكون من الشياطين الا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعانه الله ف قرينه اسلم وبالتالي لماذا ما الذي ما الذي يعني جعل هذا الامر يتم لان نبينا عليه الصلاة والسلام كان يطبق القرآن مئة بالمئة كان يثق بالله مئة بالمئة كان كل شيء لديه مثاليا فانت حاول ان تقترب كلما اقتربت من اخلاق النبي وحياة النبي وسلوك النبي وأعمال النبي وثقة النبي بالله كلما اقتربت من ذلك يصبح شيطانك او قرينك ضعيفا جدا اذا ايها الاحبة القرين كما قلنا هو يقترن بك ليضلك وهو من الشياطين الجن منهم مستم ومنهم كافر ولا يملكون الكل لا يملك تأثيرا على المؤمن لانه لو ملك تأثيرا على المؤمن لكان حجة للمؤمن يوم القيامة يقول يا رب هو اضللني اضللني هذا وانت اعطيته قدر على التأثير عليه لا الشيطان لا يؤثر والجن لا يؤثر ايضا ايها الاحبة كل هؤلاء ليس لهم تأثير ما دمت مؤمنا تثق بالله تبارك وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة